عشور والشريف اكرامي الاتنين دول كباتن النادي الاهلي هل الكلام اللي انا بقوله ده كلام صح ولا غلط كلام مزبوط خلوني الاول اتكلم عن شريف اكرامي الشريف اكرامي كابتن النادي الاهلي لفترات طويلة جدا اه راح قبل كده لعب برا في هولندا وبعد كده رجع الجنة ومن الجنة رجع النادي الاهلي تاني وقبل كده طبعا عمر طويل جدا داخل النادي الاهلي في قطاع الناشئين داخل النادي يكفي يكفي ان انت تقول ان ابن ان كابتن شريف اكرامي هو ابن كابتن اكرامي وحش افريقي دي كفاية اوقف عند النقطة دي كويس قوي وافهم النقطة دي كويس جدا فبالتالي شريف دايما وشريف من اللعبة المثقفة جدا جدا يعني من اللاعبين المثقفين اللي دايما بيتكلم ودايما بيتور من نفسه ودايما بيقرأ بيدرس بيعمل ماجستير بيعمل ماجستير بالانجليزي بيعمل ماجستير شريف من اللعبة المثقفة جدا اللي بتعرف ازاي تتكلم مع الجمهور في الوقت اللي بيبقى عايز يتكلم فيه مع الجمهور فشريف إكرامي كان اتخذ قرار من حوالي شهر تقريبا عندما لما كتب على صفحته على تويتر وقال يا جماعة أنا خلال الفترة اللي جاية أحب ان أنا ألعب وان النادي الأهلي ده بيتي فعلا النادي الأهلي ده بيته اللي كتبه شريف إكرامي ده هو الصح ان النادي الأهلي ده بيته انت عايز تلعب شريف عايز يلعب خلال الفترة اللي جاية ويعني الله أعلم كان ايه اللي ممكن يحصل لكن هو شريف شايف ان الفرص في اللعبة قلت خلال الفترة او الفترة اللي كان ماليا شريف مالياش فيها فترة طويلة الفترة الأخيرة يعني وبالتالي هو شايف ان هو عايز يطلع بره النادي الأهلي علشان يلعب في النادي الأهلي ده قرار شريف وفقت عليه لجنة التخطيط مع المدير الفني وبالتالي شريف إكرامي هو آخر سنة لشريف إكرامي هذا الموسم بالنسبة لشريف إكرامي ولكن ده معناه إيه؟ هل ده معناه أن شريف إكرامي ده مش كابتل النادي الأهلي؟ لا شريف إكرامي كابتل النادي الأهلي شريف إكرامي واحد من اللاعبين اللي شاركوا في كل بطولات النادي الأهلي خلال الفترات اللي كان متواجد فيها داخل النادي الأهلي قراره هو حر شريف إكرامي هو حر قراره يعمل اللي هو عايزه يتخذ القرار اللي هو شايفه في مصلحته وشايفه في مصلحة بيته وفي مصلحة أولاده هو شايف إن هو يقدر يكمل خلال الفترة اللي جاية ويلعب هو حر يفضل موجود في النادي الأهلي النادي الأهلي حيرحب بوجود شريف في أي وقت خدوا بالحضراتكم الكلام ده كويس جدا النادي الأهلي حيفضل مرحب بوجود شريف إكرامي في أي وقت فبالنسبة للموضوع شريف الموضوع خلاص تم اتخاذ القرار ما بين شريف وما بين لاجنة التخطيط والموضوع انتهى طيب الموضوع التاني